السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم والجزء رقم 6 من الشابتر 3 هنتكلم أو هنواصل الحديث عن حسابات الأتوميك باكينج فاكتور للكيوبيك سيستيم ودلوقتي هنتكلم عن البي سي سي أو البادي سينتا دي كيوبيك بفكركم مرة تانية الأتوميك باكينج فاكتور هو عبار عن إيه النمبر في أتومز في اليونت سيل مضروف في حجم الزرة الواحدة مقسمة على حجم اليونت سيل طب تعالوا نجيب الأول عدد الزرات في اليونت سيل أبصي ألاقي عندي 8 زرات على الأركان أهم لكن كل زرة منهم مساهمة فقط بتم 8 زرات كل وساهمة واحدة منهم مساهمة بتم إلى جانب زرة في منتصف الجسد دي موجودة لوحدية يبقى عندي عدد الزرات إجمالا 2 يبقى عندي 2 مضروبة في حجم الزرة اللي هو حجم كورة عبارة عن 4 على 3 بي أر تكعيب مقسومة على إيه نوت تكعيب اللي هي طول ضلع المكعب طب لازم أجيب علاقة بين الأر والإيه نوت من خلال الشكل اللي أنا شايفه دلوقتي عندي اللي هو عبارة عندي آدي عندي إيه ده الضلع ده طوله وقدي إيه ده عبارة عن إيه جزر 2 لأنه اعتبر وطر في المربع وعندي ده عبارة عن إيه نوت صح جده وعندي دول عبارة عن إيه نوت جزر 3 يبقى عندي وعندي التكدس في الزرات موجودة على الوطر الداخلي ده اللي هم عبارة عن 4R أدي R و أدي R و أدي 2 يبقى 4 بتساوي طول ضلع الوطر ده اللي هو جزر 3A وبالتالي يبقى بتساوي عبارة عن يبقى إيه 4R يبقى 4R على جزر 3 لا ده بتساوي إيه نوت تمام طيب تعالى كده يبقى أنا هشيل كل إيه وحط مكانها إيه 4R على جزر 3 شلت الإيه نوت وحطيت مكانها 4 على 3 جزر 3 وبالكل تكايب لما صف الأرقام دي مع بعضيها تديني نسبة الإشغال الزري 68%